اشتركوا في القناة الذي نظمه الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة ضمن منافسات بطولة العيد الوطني في قرية البحرين الدولية للقدرة برعاية شركة البحرين السلكية واللاسلكية بتلكو واشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان متابعة جلالة الملك المفدة تؤكد حرص جلالته على دعم رياضة القدرة وزرع الثقة في نفوس المشاركين الصغار لمستقبل واعد لهذه الرياضة مشيرا سموه الى ان المتابعة الملكية تؤكد التفاؤل الزاهرة للقدرة البحرينية وسيكون دافعا لكسب العديد من الوجوه الشابة للمستقبل وهو ما نهدف اليه بالمحافظة على هذه الرياضة واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد ان سباق الانجال حقق العديد من المكاسب والاهداف المرجوة يأتي في مقدمتها تشجيعهم وزرع الثقة في نفوسهم علاوة على نشر ثقافة هذه الرياضة لديهم وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نحن حريصون على تشجيع الاطفال بالمشاركة في سباقات القدرة لاننا نمتلك نظرة مستقبلية لمواصلة الازدهار برياضة القدرة وحريصون على تقديم كامل الدعم لهم واشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد بالمشاركة الواسعة التي شهدها سباق الانجال من كافة المشاركين من الاصطبلات والفرسان وهو ما يعطي الحافز الكبير لمواصلة تنظيم مثل هذه السباقات في الفترة القادمة وعن رؤية سموه لسباق اليوم لمسافة 120 كم لبطولة العيد الوطني المجيد أكد سموه أن السباق من المؤكد أن يكون مثيرا في ظل الاستعدادات المثلة لكافة الاصطبلات والفرسان عطفا على المستويات البارزة التي شهدتها السباقات الماضية في هذا الموسم بعد أن خرجت بمستوى فني مرتفع ومشاركة واسعة وأوضح سموه أن المنافسة ستكون مفتوحة بين كافة الاصطبلات والفرسان وهو ما ينذر بمنافسة شرسة على المراكز الأولى متمنيا سموه لكافة المشاركين التوفيق والنجاح وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد برعاية شركة البحرين السلكية واللاسلكية بتلك لبطولة العيد الوطني للقدرة معربا سموه عن تقديره للشركة على دعمها ورعايتها للبطولة كما أشهد سموه بتقديم شركة منارة البحرين جوائز مالية للفرسان الذين يشتازون المراحل خلال البطولة واكدا سموه أن هذا الدعم سيكون حافزا لكافة الفرسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر